إذن مشاهدين نفتح وإياكم ملفا خاصا لهذا الموعد الإخباري حول اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية في يومها الثاني عن مخرجات تلك الورشات أو استمرار تلك الورشات وسيكون اليوم ختم لهذا الاجتماع الذي ضم كل ولاة الجمهورية بالحكومة وسيكون حاضرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إذن رئيس الجمهورية الذي شدده على تنويع المدخيل للدفع بالاقتصاد الوطني بالاعتماد على تطوير التنمية بكل أشكالها رئيس الجمهورية الذي أعطى لعدد من المسؤولين مهلة لإيجاد الحلول والرفع من التنمية خدمة لمصلحة المواطن أقالهم بسبب تقاعوسهم معتبرا ذلك بالخيانة ومشددا في ذات الوقت على وجوب تكاثف الجهود للقضاء على البريقراطية التي تولدت من الفساد الذي ينخر جسد الوطن وفي كلمته التي ألقاها رئيس الجمهورية في اليوم الأول من اجتماع ولاة الجمهورية توعد كل مسؤول لا يقوم بدوره المشهود خدمة لصالح العام توعدهم بالمحاسبة وركز على ضرورة النهوض بتنمية مناطق الظل في البلاد والتي لا زالت تراوح مكانها إن لم نقل تخلفت وتراجعت عن الفساد والبريقراطية وانعدام ثقة المواطن في المسؤول وغيرها من هذه النقاط سنناقشها في هذا الموعد الإخبري ويسعدني أن أصدفون في البلادو السيدة عبد الرحمن بن خالفة المبعوث الخاص للإتحاد الأفريقي الخبر الاقتصادي وكذلك وزير المالية شكراً شكراً على الدعوة الكريمة شكراً لك أيضاً السباحية هذه ولو أنه فيها شوية ضغط في الأجندة شكراً جزيلاً لك إذن تابعتم أمس كلمة رئيسة الجمهورية التي توعد فيها كل مسؤول لا يقوم بدوره تجاه المواطن وخدمة أيضاً للصالح العام نعم شكراً شكراً لها مرة ثانية على الدعوة نحن نثمن اليوم ولابدع أن نعطي لها وزنها الحضور القوي للدولة لأن الاقتصاد والاجتماع المرحلة الصعبة هذه نشوفها وخصوصاً أنت كلمتها أنه أنا الآن أعمل مع إفريقيا عندما يكون حضور الدولة صغير قليل كل الأشياء تمشي بوتيرة فنثمن إذن حضور الدولة في هذه الأيام وحضور سيد الرئيس ذاته والطاقم الحكومي بصفتي متتالية أنا كل مرة نقول نحمد الله على أنه بعد سنة 2019 وصلنا إلى هذه المرحلة اللي مجلس الوزارة يجتمع مرتين مثلاً في الأسبوع هذا الحضور جيد وبالتالي الاجتماع الثاني هذا بعد خمس أشهر تقريباً من الاجتماع الأول هو أن الإدارة المركزية والإدارة المحلية تعطى لها الأولويات ذات طبع الاجتماعي ذات طبع تنموي ذات طبع هذا المفهوم الجديد تحت المناطق الضل هذه الأشياء اللي لازم أننا نصل إليها ولو أنه إحنا في الجزائر بأمانة في الأربع المناصب الأولى بالنسبة للأمم المتحدة كل سنة تشوف ما يسمى بالإيدياش يعني المؤشر التنمية الاجتماعية نحن قريباً في الأوائل من ناحية الصحة من ناحية الدعم من ناحية التعليم من ناحية هذه ما زالت البلد نحمد الله على أنها طابحة الاجتماعي طابحة التنموي فالمرحلة هذه حضور الدولة وتطبيق الأشياء رئيس تكلم أمس على الأجندا كثير يتكلم على أيام ما يتكلمش على أسابيع جيدة من ناحية قيادة العمل الإداري على مستوى ألف وخمسمائة وأكثر من البلدية هذا لا بد منه مرة ثانية هذا الاجتماع هذا سيكون وأكد عليه سيد الرئيس بعد أيام سيكون هناك اجتماع على الملف الاقتصادي ملف لمس ب بلاندرولانس خطط نوو لأن الإدارة من مهامها أنها تؤطر أنها تحفز أنها تراقب أنها لكن بدون حركة استثمارية بدون العمل في المجال الاقتصادي مواردها مكاش مواردها من تجي من ذرائب وتجي من الأتوات عندما تتحرك البلديات البلديات لها وزن لها الميزانية تحها لكن قليلة فيها الميزانية لكن لابد أن أعمالها الأساسية تقوم بها لكن بالتوالي مع هذا لابد أن يكون ترويج بين البلديات ومنافسة بين البلديات وركض بين البلديات حتى تكون أحواض للنمو موش فقط للتنمية النمو التنمية ذات طابعة اجتماعي ولكن النمو بالطابعة اقتصادية فالمحورين هذو من الأساسيات تكلم عليهم سيد الرئيس مشاول ملفات الآن الملف الاجتماعي والملف الظرفي تاع الوباء ونجدة الناس ونجدة الشركات أعطي لها وزن كبير أنا شاهد أن شركاءنا في الخارج يقولوا أنكم هذه المرحلة قيادتها من ناحية سياسية كانت قيادة حكيمة ولكن فاطورتها كبيرا فلهذا الرئيس أكد الآن ونحن معاك مواطن أنا أتكلم أنه لا بد أن الاختصاد يمر فنحن مررين الآن قطع الخدمات قطع الخدمات اللي هو اللي هو التالي اللي هو الألعاب البحر اللي هي هذه اللي بدأ أنها تتحرك لأنه فيها مئات مئات آلاف الجزائريين فطابع الاقتصادي هذا المير في الاقتصادي جاي وبالتالي لابد أنه دور الولايات هو دور إداري دور اجتماعي ولكن دور اقتصادي ليس ليس هي اللي تبادر لكن هي اللي تجلب جاذبية البلديات لاستثمار داخلي لاستثمار تعليز لزيميغريتا لدياسبورة والاستثمار الخارجي أساسي أساسي لكن فقط رئيس الجمهورية بما سجلناه الأيام القليلة الماضية حول إقالة الكثير من المسؤولين على خلفية تقاعسهم وحتى اتهامهم بأن هذا التقاعس يمكن تنصنيفه وكأنه خيانة رئيس الجمهورية دائما في كل خرجاته دائما ما يعلق على البيروقراطية خاصة في الإدارة الجزائرية أنت تتحدث عن النمو الاقتصادي لن يكون هذا النمو الاقتصادي دون محاربة هذه البيروقراطية نعم والله فعلا لأنه كين ثلاث أشياء اللي نقفز بها الآن نتكلم على النمو نتكلم على الإقلاء الاقتصادي اللي نسميها هنا لأننا عاش كين ثلاث أشياء كين فعلا سلوكات سلوكات العاملين في المرفق العمومي سلوكاتهم لا بدأ أنه لا يخرج لا هكذا ولا هكذا يعملوا يطبقوا هذه رئيس ضغط عليها والحكومة الآن على أساس أنه في أي بلدية في أي مصلحة عمومية الواحد ما يزيد فوق ما طلب منه ما ينقص ما طلب منه هذه السلوكات بالأوامر لكن الشيء الثاني أنت تتكلمي عن البيروقراطية هو أنه أنا متيقم أنه جزء كبير من البيروقراطية مش أتي من السلوكات أتي من هندسة الإجراءات إجراءاتنا ثقيلة القوانين واحد يجي فوق واحد واحد يجي لزارة أنت المنسطرية لو يعني يوم من أيام درنا الليستينج التحمل الإحصار التحمل نجد فهندسة العمل الإداري مازال ثقيل من ناحية الاختلالات الهيكلية وليست السلوكات فقط عندما نعطوله إحنا خمسين آريتي وكذا وكذا وبعد يطبق هذا وبعد نغير آريتي لأنه بين شهر وبين شهر تطر لي طبق في الوسمو لا يعرف قبلته وبالتالي السلوكات لا بد لها لا بد من أوامر لا بد من انضباط إداري لا بد من محاربة الفساد ولكن في نفس الوقت يعني إعادة تنقية الإجراءات وثالث شيء هو أنه كثير من الأشياء عندما تكلم على اقتصاد تكلم على هندسة هندسة الفونكسيون ماند الإيكونومي يعني آليات دوالي بالاقتصاد زالت ثقيلة قرار في العقار الصناعي قرار في الاستثمار اللي يأتي قرار داخل البنك قرار تمويلي قرار يمس بالأسعار قرار يمس بالدعم هذه الأشياء لابد أن نطلها طابع طابع تقني وليس طابع إداري وأنا أكرر من جديد أنه لا بد كذلك أنه في المجال الاقتصادي نقلل نزيد من الضبط ونقلل من مراقبة الإدارية لأنه الضغط كثير والردع كثير في المجال الاقتصادي في المجال الاقتصادي نحاسبك على النتيجة موش على المسار إذا ربحت نحن منعك إذا خسرت تحاسب في حدود فإذن المراقبة النقطة تحديدا تحدث عنها أمس رئيس تحدث عليها وكتبها في مجلس الوزراء تكلم شوي على أنه لا نزيد ثقة على الاقتصاد من ناحية السلطة الإدارية السلطة الإدارية هي في قواعد اللعبة وفي الضبط أنه مثل الذي يصفر في السطاد لكن لا تلعب لا تدخل ومثل في السطاد أنه كم نجحت في عمليتك النجاح سكونابل ما وصلت إليه ولم تصل إليه الآن المراقبة هي تمشي في الآليات والناس متخوفين هكذا الرئيس يتكلم عن الجزائر الجديدة أنا من نخب الاقتصادية في البلد نحمد الله على أنه وردنا في هذه السنة نتكلم هكذا لأنه في سنة 2019 ما كناش نتكلمه كان هناك خوف كبير تشاؤمية وكان فيه ممكن حتى خطر من سيدات سياس الآن نحمد الله على ما وصلنا إليه وقالها سيد الرئيس لكن الآن نبدأ أن نحرر المبادرة الاقتصادية وتحرير المبادرة الاقتصادية هو إبعاد الإدارة في المراقبة في الضغط في لوتوريزاسيون نبدأ أن نقلل أنه نجحت في أشياء نمشي معك لم تنجح تحاسب وتدفع ماليا أكثر مما تدفع ردعيا لأنه في مرحلة الاقتصاد الاقتصاد إذا فقط تروح للردع إذا أنت درت شيء في جيبك من المال العام أو من مال الشركة أما إذا بديت شيء منجحت شيء يتخلص سنكسيو عن الجزاء الاقتصادي ليس إداريا وبتالي الرئيس الآن والحكومة وأنا أعترف كثيرا بالعمل كبير ونحن في الوباء هذا لكن الملف الثاني الذي سيفتح ولكن سيعزل إن شاء الله الابتداء من الأسبوع القادم هو فتح المجال هذا للتحرير المبادرة الاقتصادية وإرجاع القرار الاقتصادي لأهله وإبعاد الإدارة عن كل ما يخص بلوتوريزاسيو يعني أنه وبما أنه نتحدث عن اجتماع ولاة الجمهورية بالحكومة هل نتوقع المزيد من القرارات التي تساهم بالنسبة للولاة اتخاذها في كل ولاية التوجه نحو اللامركزية نعم أولا بالنسبة للولاة تممثلين للدولة لا بد يطبقوا عمامير الدولة سيد الرئيس الأمس على الإعانات وكذا خفصنا في المرحلة هذا الطابع أو المساعدة الدولة لأن يصل إلى أهلي تانيا الولاة هم ولاة اقتصاديين وولاة سندي ولي لأنهم يتجلبوا الاستثمار ويتجلبوا العمل ويتجلبوا المداخل ويتجلبوا الناس اللي أنا من دعاة من يقول أنا اقترحت أن يكون فيه مسابقة سنوية للبلديات على أساس من هي البلدية اللي جلبت وربحت وجابت لزامبو أكثر من هي البلدية وإذا تخلق للثروة أيضا هذا ولي خلق الثروة تخلق الثروة من الموارد اللي عندك إذا أنت مواردك صغيرة ولا سقع إلا في البوجي الثروة لها تأتي الثروة تأتي من أنه غدا تلي تلمعي على أساس أنه الناس المستثمرين يأتوا لك المصانع تأتي لك الأجانب اللي يبدو يأتوا عندنا يعرفون أن ما يلبال هذا الجاذبية البلديات والولايات هي طابع اقتصادي ويأكل طابع الاجتماعي طابع التنموي اللي يتكلم عليها الآن هذه أساسي لكن طابع ثاني هذا يبدو أن تحرر فيه المبادرات وأن يكون ومهمة الولايات فعلا في المستقبل أن تكون مراقبة وأن تكون قرارات مثل قرارات التي اتخذها لكن أن يحاسبون كذلك عن النتيجة الاقتصادية أن يحاسبون لأن عندهم وظيفتين عندهم وظيفة إدارية هذه اللي بدأ أن يطبقوا قوانين الدولة وعندهم وظيفة ثانية لأنهم ممثلين السلطة المركزية مع الإدارات الأخرى الإدارة الاقتصادية المحلية بالتوازي مع الإدارة الاقتصادية المركزية هي اللي غدا ستعطي نفس للبلديات لمواردهم الآن صغيرة النمو يبدأ بالبلدية قبل أن يسلع الوطن الجانب هذا البلف هذا هو الذي يكمل الأول والدولة عندما تكون قوية كما يقال بالإنجليزي من ناحية الإدارية ومن ناحية السيادية تبدأ أن تكون لها مواردها من ناحية الاقتصادية وإلى البلديات يصبحوا فقط ممثلين لتطبيق أكثر مما هو للمبادرة نعم أنت تحدثت عن الوصول إلى النتيجة المرجوة يعني النتيجة الاقتصادية لن تكون تلك نتيجة الاقتصادية دون تحسين الخدمات وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية أمس أعطى هو مثال عن الرقمنا التي يجب أن تكون يعني كسلوك يومي في حياة المواطن من أجل تسهيل كل ما تعلق به فرئيس الجمهورية نحن نرى أن هناك الكثير من الولايات لا تعرف حتى ما هو مفهوم الرقمنا لا فعلا لأنه هذه هي الأشياء الجديدة لنقولها احنا لميتروبولي كونوميك أو البلديات الاقتصادية أو المناطق الاقتصادية يمكن أن نرى أن أكبر الولايات في الجزائر يمكن أن نسجلوا هذه الرقمنا لكن في مناطق داخلية وحتى وصولا إلى الجنوب تقل هذه الخدمة أو تنعدم 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 ولو أنه احنا قفزنا قفزة كبيرة وأنا الآن أتعامل مع البلدان الإفريقية في مجالات لم تصل إليها تبعض البلدان المتقدمة لتصفين متعنا مرقما مش موجود في كثير من بلدان كازي جديسيار مرقما العدالة البلدية يعني من ناحية لتصفية يعني بزارة الداخلية الرقمنا وصلت أنه جزائري الآن يسحب ورقة من أي مكان كان ونحن في قطر كبير ما نحن في بلد ومساحة البلد هي قطر أول بلد في إفريقيا أنا أتكلم دائما هكذا من ناحية الجغرافية ولكن الرقمنا الثانية في الممارسة في العمليات الاقتصادية في الدفع الإلكتروني فيها مسؤولية الإبلاديات فيها مسؤولية في الإدارات المركزية كذلك لأن الإدارات المركزية لأنه مختطة كبيرة والآن نحمد الله على أنه فيه وزارات متخصصة فيه وزارة متخصصة في الرقمنا فيه وزارة متخصصة في الإحصائية فيه وزارة متخصصة في البروسبكتيل يعني في الاستشراف الاستشراف هو أنه الآن جزائر في أليف كيف نصل إلى جزائر باع بالرقمنا بكذا بكثير فالرقمنا وعصرنة الإجراء هو تحديث الإجراءات والدفع الإلكتروني والقفزة إلى التجارة الإلكترونية هذه مسؤولية بلدية هذه مسؤولية سياسات أفقية تقاد من ناحية هندستها من المركز ثم بعد ذلك تبدأ الأشياء آلية لا بد أن يطبقها لكن الرقمنا الوطنية في المجال الاقتصادي بأمانة بالنسبة للبنوك بالنسبة للإدارة الجبائية بالنسبة للعقار والكداستر والإدارة المركزية فلهذا أنا أعرف أنها ثقيلة لكن إدارة الأملاك الدولة إدارة المسح أراضي إدارة العقار إدارة الضرائب هذه لبنات مهمة الآن أنه غدا بمخططات مركزية تقاد مركزيا تعمل عن طريقها هذه المسؤولية المبادرة ليست البعادية المسؤولية المبادرة هي مركزيا ونحن الآن نحمد الله لأنه سيد الرئيس الآن في حكومة في 41 وزير فهي من أكبر الحكومات عدداً ومن أكبر الحكومات اللي فيها حكومات متخصصة يعني الاقتصاد فيه تقريباً أكثر من نصف الحكومة الفلاح الصناعي الرقمنا الاستشراف كذا هذه هي مسؤوليتها أنها تقفز ما يسمى عندنا بالتحويل الرقمني الترانسفوراسون ديجيتال تقفز من آليف إلى باع لكن بنظرها وطنية بنظرها ثم بعد ذلك تطبق أنه يشتري أورديناتير يشتري كذا لكن الهندسة حتى رقمانة البلد في مجال المعاملات التجارية الاقتصادية يمسؤولها بركتها هذا يمكن أنك أنت تقول ذلك لكن هل سيتحقق ذلك وأن المواطن الجزائري فقد ثقة أصلاً في الإدارة الآن الثقة فيها فيها شيئين فيها جانبين فيها الجانب السياسي وأنا أظن أن الثقة بدأت تستريب لأنه التواصل المباشر من من أعلى قمة التواصل الآن الانستيتيسيونال الانستيتيسيونال بدأت تتوسع كل يوم ننتظر الناس بدأت ترجع تشوف الأخبار تتعالي الثامنة لماذا؟ لأنه كل يوم فيه شيء جديد كل يوم فيه كومينيكاسيون حتى الريمار شوي لا ريمار يعني الإشعاب فالجانب السياسي والمؤسساتي نحمد الله عليه أنه قفز منذ فيفريه منذ مارس رغم مرغم أننا في حرب ضد الوباء بقي الثقة تأتي مرة ثانية عندما المعاملة ذاتها عندما يدخل لبنك يدخل لبريد يدخل يشتري عن طريق البطاقة يطلب رجيست كوميرس يطلب كذا هذه عندما الموش المبادرة فقط أو السينيار عندما المعاملات تمشي بأحسن مما كانت عليه مثل الآن رأنا نمشي بال تعرفوا الهاتف الهاتف في الجزائر نحن من بين البلدان اللي يختصروا المرور من الفيكس إلى البرطابل بأسرع كنا بمليون كنا احنا في المسؤولين وصلنا بعشرين مليون لأن أردنا أكثر من ربعين مليون فالقفصة هذه أنه بدأ الناس يشوفوا أنه فيها بدأت بدأت تتوسع فالهندسة المركزية لابد منها فلهذا سيس كونابا يتكلمون الناس على هذه هندسة مركزية لكن قيادتها مركزيا لكن تطبيقها يمكن أن يمشي بوتيرة كبيرة يمشي بالإدارة ويمشي بالإدارات الأخرى احنا عدنا أكثر من ممكن ثلثمائة ربعمائة خمسمائة موش فقط البلدية لزاجانس للسانتر هذه المراكز الإدارية اللي الآن رهي لابدأ يوم من الأيام أنا نصلحها لأنها هي التي تساعد البلدية وليس البلدية البلدية هي في الفيترين لكن من وراء البلدية كان هناك هيئات مختلفة ذات طبع إداري ذات طبع صناعي وكالات مراكز الآن الناس ما يعرفوهاش لا يعرفونها كاين وكالة مثلا يوم وكالة تعليب تكار في الجزائر الواصمون ما يعرفوهاش الجامعات كاين وكالة تحسين العمل الإداري الناس ما يعرفوهاش كاين وكالة للتنمية الاجتماعية ADS الناس ما يعرفوهاش هذه الوكالات عوض أن تعيشها في ظل الإدارة والإدارة في حذ ذاتها لا بدأ أن تكون سند للإدارة إدارة تطبق فقط ولكن من وراءها هذا هو المخبر فنحن إذن في هذا تحول الاقتصادي والتحول الرقمي يعني عندما يتحول الاقتصادي هذه المهمة مركزيا والتطبيق محليا وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية أمس لما قال أن المواطن يعني في ظل السنوات الماضية أصبح فريسة بالنسبة للفاسدين وحمل المسؤولية على كل الولايات بضرورة حماية المواطن لأنه فضير لافيرتي أنا أمان الله أنا قبل أن نكون مسؤول الآن في بلدي وأشتشرف بذلك أنه لما يقع المواطن فريسة الفساد طبعا يفقد تلك الثقة في المؤسسات والحقيقة مسؤولية مشتركة بأمانة فعلا عندما يقول فريسة أنه لكن فلاذا نقول نرجع إلى القيمة دائما الجانب الاقتصادي أنا وسأل لكن الإدارة لابد أنها تطبيق الأشياء بدون لا إفراط ولا تفريط لكن حتى حتى الانضباط انضباط المواطن لابد منه تعرف أنت عندما تمشي في طريق ما في عشرة بنايات كأن خمسة عندهم البيرمي وخمسة ما عندهش من المسؤولية فلانضباط والدخول في القانون والرجوع في القيمة ولكذا هذا لابد أنه دولة ترعب دورها يمكن هذا من مخلفات البيروقراطية التي نعيشها هل من مخلفة أنا عندما طلب مني أنه البلان لابد يكون هكذا وليس هكذا نعمل هنا طولا ونفرض على الإدارة لأنه أنا بأمنة الإدارة لها مسؤوليتها بيروقراطية لكن كما قلت لك الساعة أنه لابد من إعادة نظر في الإجراءات لابد من طوالات بروسيديورال لابد كذلك أن الناس منضبطين مثل ما هم الجزائريين منضبطين في الخارج في الخارج الجزائريين من أحسن لأنه القاول منظومة الإدارية لربما القاول منظومة الإدارية والقاول المنظومة الإدارية لازم تكون سالسة ولكن أمام القانون ما لازمش نبني في الطريق أنا نشوف الآن نحن تعيش أنه البنايات بملايير والطريق هكذا وعندما في هذا المرحلة القادمة أنا أنا متأقن أن سيد الرئيس يسايمش أنه غدا تولي شرطة المياه تولي شرطة التعمير لا بولي شرطة الوربانيزم لا بولي شرطة الو أنا أرى الآن ونحن في ساشرس يعني منذ سنوات نشوف الناس اللو بطار يعني لتأكلها السيارات أكثر بما نشربها هذه من المسؤولية لماذا مرة ثانية أنا أقولها بصراحة لأن الماء ما زال رخيص في هذا نقوله إحنا إعادة النظر في الدعم لماذا ليس فقط لنربح لنعطي للأشياء قيمتها أو نغير لكثير من السلوكيات نمشي في ما زلت أنا أرى في الأشياء التليفزيون مشعولين يوميا في طوابق في طوابق فيلا فيها أربع طوابق لماذا لأنه التليف التليف مزالت 40% من قيمتها من الأشياء اللي لا بد أن نرتبها في بيت الاقتصادي نرتب الإجراءات الإدارة لا بدأ نتلعب دورها نعيد النظر في تدخل الإدارة أن القضاء البيروقراطية محاربة الفساد وكذا التغيير السلوكيات سلوكات أن الأشياء اللي بقيمتها لا تبذر تبذير الماء في البلد ونحن في سنشراس أنا شفت أنه بلد متقدم مثنا وأنا الآن أتكلم مع إفريقيا ومع غير إفريقيا يقول لي وزير البريد الوزير الأول من هذا البلد يقول لي أنه أنا منعت حتى لستسيون دولافاج أنه الماء هذا منعتهم أنهم يعملوا باللو بوطاب أنه يأتوا باللو تاعة البحر يغسلوا به وإلا منعتهم فنحن الماء الشروف اللي رب يعطاه وجوف حتى وأنه سنتين الآن فأنا أقول كذلك أنه نحن كمواطني لأنا أتكلم على نفسي كمواطن كذلك لابد أن هذا الانضباط يمشي في الطريق انضباط الإدارة انضباط الإدارة دون انضباط المواطن كذلك له كل فتو سيكون شخص أعرج أعرج أو نأتي ونشوف أنا الآن الخدمات البلدية نأخذ عشرة عشرة أشياء هذه نصاص شهادات الميلاد نعم أنا أحتاج إحدى فهذه هذه الدينية تشكلت لدى المواطن الجزائري بالنظر كما دائما نقول أنه لسنوات السابقة يشوف أنه هناك نوع من التأخر في استخراج وثيقة فيتعمد نعم هذه مشتركة وبالتالي الرقم ناسا تحد الآن الإدارة أمام تراكمات التالي الماضي إذا ما تتكلم عن البارميد كونسلية لا أتكلم ولكن فيها تراكمات ففعلا البلد في حذات إعادة النظر في وطيرة الاقتصاد بدأت لأن الدولة بدأت به باتيعة الآن الدولة نحن به باتيعة نعيشنا سنوات الدولة لمن تكون به باتيعة نعم الآن الإدارة سترجع شيئاً فشيئاً والرئيس يضغط والولايات لكن لابد أن الاقتصاد يمشي في هذا الاتجاه وسلوكات المواطنين كمستهلكين وكومتوليزاتير يعني هم اللي يستعملوا هذه الأشياء لازم شيئاً فشيئاً أن ترجع وترجعوا بالقيمة القيمة عندما مستجيب الأشياء يعني وإن شاء الله بنتوازي مع هذا فلايذا أنا أثمن ما سيأتي في قطع لأنه في نفس الوقت نضغط على أساس أنه التبديل ينزل ولكن نفتح باب الإصطناع لأنه الأجور تزيد المداخل تزيد أنا تقيقاً أنه سيد الرئيس والحكومة الآن ريمون شغلة بمارشيد لنبروح لأنه خلال المرحلة هذه سوخ تشغيل سوخ تشغيل فشيئاً فشيئاً نرجع للانجروناش نرجع للدائرة الفضيلة لكل واحد في مكانه ولكن كل واحد عندما يبذر يخلص نجيبه وكل واحد عندما يخرج عن الطريق هو اللي يخلص وكل ما عنده شيئاً فشيئاً نرجع إلى الانضباط المواطني ولكن الانضباط الاقتصادي والسلوكات الاقتصادي يمكن آخر نقطة نتحدث عنها هو هل حقيقة لو نعطي القرارات بالنسبة في يد الوالي هل سيسهم ذلك في تطوير وتقدم تحقيق التنمية المرجوة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية لكل ولاية نعم الوالي له وزنه هو ممثل الدولة لأنه اعتدنا أن الكثير من القرارات لا يتخذها القرارات تكون مركزية القرارات التطبيقية عندما تكون على ميزانية الدولة لا بد أنها تتبقص لرئيس لها ولا بد أن تتبق بحذاف رعا القرارات ذات طبع الاقتصادي فيها إدارة اقتصادية وطنية فيها ممثلات أو تمثيليات على المساول فرعية فالوالي يرتكز على هذا لأنه الاقتصاد يمشي برمته ممشيش فالوالي يرتكز على هذا أن يعطي المبادرة مثلا أنا من دعات من يقول أنه في الاستثمار ما ننخليش وكالة وطنية ندير وكالات جهوية لأنه البلد كبير الجهة هذه فيها الفلاح والجهة هذه فيها الصناعة والجهة هذه فيها الخدمات وهذه فيها البحر وهذه فيها الشمس فهذه الوكالات هي اللي يعتمد عليها الوالي كأعمدة ما نغيره شوي ويقول لي في نفس الوقت هو في المجال الاجتماعي والسيادي قرارات تطبق لكن في المجال الاقتصادي بإدارة الاقتصادية للبلد بفروعها على مسوى الجهوي وعلى مسوى الولاي والبلدي هي اللي يستند إليها الوالي بقراراته باختياراته فلا مركزية للقرار الهندسة مركزية القرار محلي ولكن القرار لا يأخذه هكذا يأخذه على أساس هندسة أو قواعد وطنيا والقيادة هي من الوزارات المتخصصة التي الآن نعرفها ومثل ما شفنا اليوم هذا الاشتماع واشتبع الحكومة بالولايات يمكننا نقول أن نشوفه مستقبلا أن الحكومة تقوم فقط يعني بمراقبة ومتابعة نشاطات هؤلاء الولايات لا والله الحكومة الآن في كل البلدان دولة هي اللي رهي الأولى لأنه الواجهة لنا في حرب نعم فالحكومة متواجدة تعالى نحمد الله عليها أنا أعتز بالمخطط التي يطبق كشخص الآن شيئا فشيئا لابدأ أننا نقلل من الأوامر ونزيد في تحرير الإجراءات لأن الاقتصاد ما يمشيش كثير بالأوامر يمشي بالآليات عندما تكون الآن فيه الآليات أعيد النظر فيها في مجال الصناعة نعم إن شاء الله نثبتها وننطلق فيها وننشوفهش منذ عشر سنوات فتثبيت الأشياء تثبيت قواعد اللعباء الهندسة الوطنية في هذه السياسات لابدأ أن تأتي من القيادات الوطنية من الوزارات المتخصصة التطبيق لابدأ أن يكون متبق بحذافيره التطبيق تحت مراقبة مراقبة اقتصادية وليست مراقبة إدارية والإدارة الاقتصادية الوطنية هي العمود الفقري ليستند إليه الإدارة المحلية لتطوير البلديات مش فقط لتطبيق القادمة نتمنى إذن أن يتحقق ذلك في القريب العجل حتى نشهد حقيقة جزائر جديدة إن شاء الله ولنا كل شيء باش ننجح خصوة أنه المعضلة السياسية هي من ورائنا البنديمية رانا خارجين منها الوباء لنا خارجين منه إن شاء الله بدأنا بالخروج أن القفزة المنتظرة لآخر 2020 وبعد 2021 وهذا الترانسفورماسيوني يعني هذا التحول الاقتصادي التحول الرقمي يقاد مرة ثانية يقاد ويهندس مركزيا ويطبق محليا والبلد هذا يوم من الأيام عندنا أربع سنوات خمس سنوات إن شاء الله إذا هذا المسعى ماشى بهيبة الدولة وبحضورها وبأمانة أنا خبير قبل أن أكون وزير قبل أن أكون بأمانة واجهة على البلد رئيسها أنا الآن أتكلم مع رؤساء الحكومات رؤساء على المسؤول الإفريقي البلد عندما يكون الإدارة المركزية والدولة هي بالرئيس بالحكومة الآن الحضور هذا جيد نمشي ونبصل في تاسي كونوميك إن شاء الله نكمل ما جاء في المجال التطبيقي والإداري بنفتاح اقتصادي وبتوسيع رقعة الاقتصاد نقفز إن شاء الله في خمس سنوات قفزة ننتظرها الجميع بحول الله سيد عبد الرحمن بن خالفا المغوط الخاص للإتحاد الإفريقي والخبير الاقتصادي والوزير المالي الأسبق أشكرك جزيلا شكرا لهذه المدارة